اشتركوا في القناة مذاك الحين جاء آخرون ليساعدوا ونحن نرحب بمساعدتهم دول أخرى تقدمت وعرضت مساعدتها ونعتقد أن هذا أمر ممتاز الدول في المنطقة يجب أن تتحمل مسؤولية مساعدة تركيا وسوريا على تأمين حدودهم نريد أن تشارك المزيد من الدول وأن تضمن نحن نضمن أن يتم حماية النفط لذلك تبقى كمية صغيرة من القوات الأمريكية في المنطقة لحماية النفط وحين سنقرر ما سنفعل فيها في المستقبل حتى الآن الخطوات التي نفذناها نحقق منطقة أكثر أماناً واستقراراً بين تركيا والسوريا بمنطقة أمنية حيز آمن نحو 32 كم هذه المنطقة ستصبح آمنة ألاف وألاف القتل سقطوا في هذه المنطقة أرمار السنين وأعتقد أنه نملك شيئاً سيكون أمراً قابلاً للاستمرارية والاستدامة تركيا وسوريا وجميع الأكراد يقاتلون منذ منذ أقود وقرون قدمنا لهم خدمة كبيرة لجميعهم وهنا نحن نخرج الآن منذ لفترة طويلة كان يفترض أن نبقى هناك ثلاثين يوماً مرت قرابة العشرين عشرة أعوام مذلك الحين كان يفترض أن تكون عملية سريعة ونخرج وكانت عملية سريعة ولكنها بقيت قرابة العشرة أعوام دع شخصاً آخر يقاتل على هذه الرمال المسفوكة بالدماء الطويلة وأشكر نائب الرئيس ووزير الخارجية لقيادة البحثة الأمريكية بنجاح كبير إلى تركيا قبل بضعة أيام مع مستشار الأمن القومي أوبراين أشكرهم جداً البحثة الأمريكية تفاوضت على ووقف اطلاق النار الأصلي لخمسة أيام الذي سمح للقوات الكردية والمقاتلين الأكراد أن يغادر المنطقة وسمح لهم بالخروج من تلك المنطقة والابتعاد بضعة ميلات أو كيلومترات في اتجاه معاكس بعض الشيء ووقف اطلاق النار هذا سمح بذلك الآن يتم انقاذ عدد لا يحصب من الأرواح على إثر المفاوضات مع تركيا دون سفك نقطة نقطة دماء واحدة من دماء الأمريكيين لا مصابون لا مصابين ولا قتل ولا تحدثت مع الجنرال المظلوم أنه رئيس القوات سورية الديمقراطية وقوات الكردية وكان شاكراً جداً لما فعلته الولايات المتحدة لم يكن يستطيع أن يكون أكثر جزيلاً للشكر من ذلك وأكد لي الجنرال المظلوم أن تنظيم الدول الإسلامية مقفل وأن مراكز الاعتقال يتمسي انطهب بشكل ممتاز وبقوة ورغم أن عدد صغير نجح بالفرار وتم عادة اعتقال معظمهم كما أكد أنه سيصدر تصريحاً قريباً في وقت قصير تحدثنا وأكد ويعرف أننا أنقذنا حياة العشرات والكثير والأرواح الحرب كانت ستكون وحشية جداً فيما لو تمت ويسعدني جداً أنني كنت متداخلاً وجزءاً من ذلك كرئيس بمساعدة نائب الرئيس ووزير الخارجي وكل أعضاء الطاقم بالتوصل إلى استوضع وإثبات وثبات 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 وقفة لاق النار وبعد توصل لوقفة لاق النار بعد فترة طويلة من القتال العنيف في فترة أيام قصيرة هذا أمر مميز جداً قواتنا آمنة والمعاناة الأكراد التي كانت مسؤولين لتوصل الاتفاق بيننا وبين الأطراق لما كاننا يمكن توصل في هذه الفترة القصيرة في حال فشل تركيا ب وعودها والتزامات يشمل حرية العبادة وتغير سنقوم بعادة فرض العقوبات علىها يشمل المزيد من الجمارك على الصلب وغيرها الاقتصاد لم يكن يوما وبالأساس الاقتصاد لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم وإن منافسين لا يقومون بعمل جيد لا نتوقع أن تلتزم تركيا بالتزاماتها ضد تنظيم داعش كبديل للأقراض إذا نستحتل مكانهم ونأمل أن تقوم الدول الأوروبية بأخذ ونقل أولئك المقاتلين الذين اعتقلتهم وأثرتهم الولايات المتحدة والقوات المتفاعة منها حتى الآن أوروبا لم تقم بما يجب كان أن تفعلهم منذ فترة طويلة الآن هذه الفرصة أمامهم كي يتخذوا الفعل القوات الأمريكية قضت بمئة بالمئة من خلافة الدولة الإسلامية خلال السنتين المضيطة نشكر قوة سورية ديمقراطية لمعاناتها ولتضحياتها الآن سوريا وتركيا ودول الأخرى في المنطقة يجب أن تعمل لتضمن ألا تستعيد تنظيم الدولة الإسلامية أي من الأراضي هذه حارتهم وعليهم أن يصنوها وأن يهتموا بها هناك بعض الإدعاءات السياسية التي ردت على هجوم تركيا في سوريا بدعوة إلى تدخل أمريكي عسكري جديد لا أعتقد أن هذا ممكن وإنما يجب وقف العمليات العدائية لو تم ذلك كان يتطلب التدخل ونشر عشرات ألاف القوات الأمريكية ضد تركيا وهي حليف في حلف شمال أردوسي ودولتنا قد طورت علاقات ممتازة يشمل مع الرئيس إردوغان وتركيا ولكن الأشخاص الذين سمعتهم ويقولون وينصحون الرئيس الولايات المتحدة هم ملاك الأشخاص الذين كنت أقرأ وأسمعهم منذ سنوات طولة هم ملاك ملاك الأشخاص الذين أدخلون في هذا الوحل الشرق أوسطي ولم يكن لديهم الجرأة للخروج منه إنهم يتحدثون ويبرغلون فقط كم من الجنود يجب أن يقتلوا ويموتوا في الشرق الأوسط في قلب هذه الصراعات القبلية والطائفية بعد كل الأموال والأرواح والدماء التي قدمتها الولايات المتحدة في صحاري الشرق الأوسط لدي مصار واحد يقودنا إلى الانتصار لأجل الولايات المتحدة عبر عمل وجهد جهود قمنا بأمور قال الجميع أنه لا يمكن تحقيقها الآن هذا يؤكد مصارنا مع تركيا والخطوات التي اتخذناها مع تركيا التي كانت قبل أسبوع قليلة منبوذة والأهم يقولون يا الله ما هذه النتيجة الجيدة مبروك لا زال مبكرا على التبريك ولكننا نفذنا عملا ممتازا وأنقضنا الكثير من الحياة البشر وبالأساس امتنعنا عن تدخل عسكري جديد كان قد يؤدوا إلى نتائج مدمرة وهدامة وصفك عشرات ألاف الدماء بالنسبة كان بإمكان روسيا وزيارة الأسد في موسكو أن تتوصل إلى نفس نتيجة ولكنهم لم يفعلوا ذلك وإنما خطوا خطوا أحمرا في الرمال عندما كان يقتل الأطفال على الأرض ولكنهم لم يلتزموا بلتزموا بلتزماتهم أنا التزمت بتعهداتي بـ 59 صاروخ تماؤك تمانية أعوام بعد دفع الرئيس أوباما الفاشل لتغيير النظام لا تزال قوات الأمريكية على الأرض في سوريا أكثر من نصف مليون شخص توفه مئات ألاف من المصابين وملايين من السيريين من السوريين اللاجئين والنازحين إنه كابوس من المعاناة والبؤس في طول الشرق الأوسط رأينا معاناة بأحجام لا تقدر بذرنا ثلاثة مليار دولار في حروب في الشرق الأوسط لم ننجح في الانتصار في هذه الحروب ولكن بعد كل هذه الأموال التي صرفناها وكل هذه الأرواح التي ازيقت الشباب الشباب تسبب بإصابات الكثيرة في الشرق الأوسط ولا زال الشرق الأوسط أقل أمنا وأقل استقرار من قبل بدء تلك الصراعات أولئك الأشخاص الذين يدفعون نحو هذه الحروب ومولئك دوما أيضا الذين يطلبون من أمريكا أن تفتح أبوابها للمهاجرين من مناطق تعاني الحرب ويتغضون الطرف عن تهديد الإرهاب بل ويجلبونه إلى أبوابنا ولكن لم يكفي من ذلك إدارتي قالت أن الأمن القوم كمرشح للرئاسة ووضعت أننا بحاجة إلى توجه جديد في السياسة الغارجية توجه لا يقود ه الأيديولوجيا وإنما التاريخ والخبرة وفهم وقعي للعالم أننا نبني القدرة العسكرية الأمريكية كما لم تكن في الصادق نستثمر 2.5 مليون فرز 3 مليون تريليون دولور منذ بدء رئاسة ولكن لن نخسر واذا لن يحدث من جديد ولن نسمح بأن يتكرر أن يتم نشر جيشنا ويقاتل في مناطق في العالم لا يجب أن نتواجد بها عندما نرسل قوات أمريكية للحرب يجب أن نفعل ذلك فقط عندما يكون هناك يتعرض مصلحة أمريكية للخطر بشكل واضح ويجب أن يكون خطا واضحا للانتصار وللخروج من الصراع نحن بحاجة لخطة للانتصارات سننتصر فقط ويجب أن يكون هدفنا الأساس هو الخطة الصحية وفقط حين نستطيع الانتصار ولا يستطيع أحد أن يهزمنا لا أحد يستطيع هزمنا أريد أن أشكر كل من يتواجد في الطاقم الأمريكي الذي ساعد بالتوصل إلى وقفة لقنار في سوريا وأنقذ الكثير من الأرواح إلى جانب الرئيس أردوغان من تركيا شخص تعرفت عليه بشكل جيد وشخص يحب دولته وبقدرته وبحسب رأيه ينفذ ما يصح لدولته وأمل أن نلتقي في المستقبل أريد أيضا أن أشكر الجنرال المظلوم لتفهمه ولقوته الكبيرة وأقواله الرائعة اليوم التي قال لي ولكن لي فقط كممثل للولايات المتحدة لأنه يعرف أننا أنقذنا عشرات ألاف الأكراد ولا نتحدث عن المدى البعيد بل المدى القصير نتحدث عن أمر كان يجري مباشرة وأمر كان مخططا منذ فترة طويلة عمل جنودنا ليس أن يكون شرطيا للعالم دولا أخرى يجب أن تتخذ الدور الذي لم تتخذه في السابق إن التفرأ اليوم هي خطوة حيوية في هذا الاتجاه شكرا لكم جميعا وليبرك الله الولايات المتحدة شكرا